نرجع بقى للقاء اليوم طبعاً الأهلي بيشارك النهاردة في المباراة بصفته حامل لقب الدوري الممتاز 2019-2020 هتسألني إزاي هقولك ده بداية موسم A بس ده لقاء مؤجل من الموسم الماضي نادي الأهلي كان بطل دوري 2019-2020 وأيضاً في نفس الموسم كان بطل كاس مصر طلاقع الجيش بقى بيشارك النهاردة هتقولي بيشارك بصفته إيه هقولك بصفته وصيف الكاس لنفس النسخة السابقة اللي هي 2019-2020 بالتأكيد مباراة مهمة جداً لأنها المباراة دي ماتش بيساوي بطولة انت بتلعب فينال بتلعب فينال والفينال في معظم الأحيان ما بنشوفش نتمنى نشوف كرة حلوة طبعاً ولكن الفينال ما بيبقاش فيه كرة حلوة بنسبة كبيرة الفينال محتاج تركيز محتاج جهد جامد محتاج انك تركيز من أول ثانية لآخر ثانية وعلى فكرة مش شرط تكون كويس عشان تكسر ولكن تركيز لحد آخر ثانية لأن الغلطة زي ما بيقولوا كده بفورة يعني الماتشات اللي زي ديت بيبقى اللعيبة ودي عشناها كتير يمكن بتستنزف المجهود البدني والمجهود الزهني المشات اللي هي بتاعة البطولة النهائيات ده نهائي طبعاً النهار النهائيات دي بتستنزف منك مجهود بدني ومجهود زهني زاد عن الحد اللي بيحتفظ بتركيزه لحد آخر المباراة لأن المباراة دي ممكن تنتهي في آخر ثواني أتمنى أن لعيبة النادي الأهلي تفضل محافظة على تركيزها لحد آخر المباراة لأن الغلطة زي ما بقول بفورة الأنصاف الفرص تحسم لك البطولة نتمنى إن شاء الله أن تركيز لعيبة النادي الأهلي يبقى من البداية للنهاية إن شاء الله الماتش مش سهل زي ما الناس عمالها بتقول إن شاء الله خلاص دي ده ماتش سهل ده الطلاع وممكن نكسبها وطلاع عمر ومكسبنا بلي كده لا ماتش البطولة ماتشات البطولة اللي هي بتبقى عبارة عن مباراة واحدة دي مش ماتشات سهلة أبدا أولاً قدامنا فريق محترم فريق قوي فريق عنيد بيجي دل لعبة أمام الأندية كبيرة ويمكن مش عايز يعني ننسى السنة اللي فاتت لما لعبنا نهاية الكاس وكان معاهم كابتن طرق العشري هو المدير الفني كنا كسبانين واحد سفر وهم قدروا ناصر منسي يتعادل في آخر ثواني المباراة ولعبنا بعد كده اكترا تايم وبعد كده وصلنا لضربات الجزاء ويمكن في ضربات الجزاء جدتنا الفرصة إن احنا نكسب مرتين وضيعنا المرتين لحد ما دخل لعيب الندي الأهلي السابق حسين السيد وضيع آخر بنالتي وحطها في القائم وكسبنا الكاس ففرقة عنيدة الفرقة دي من يمكن ثلاثة أربعة سبيع لعبناهم برضو في الدوري وما كانش ليهم لا ناقطة ولا جمل ولكن شفنا هم كانوا بيلعبوا طبعا ده لو يعب عليهم بالعكس دي حاجة كويسة إن هم فريق عنيد فريق محترم معا مدرر محترم بيجيدوا النواحي التاكتكية في الملعب وخصوصا وخصوصا إغلاق المنطقة بتاعتهم المنطقة وسط الملعب بيجيدوا النواحي الدفاعية بسهولة كبيرة جدا بيعتمدوا على الأجامات المرتدة والقرات الطولية العالية يمكن النهاردة هنشوف بعض التغييرات هو الكابتنا عبد الحميد مش من نوع اللي بيغير عبد الحميد باسيوني مش من نوع اللي بيغير التاكتكس بتاعه بسهولة هو عنده أفراد معاودهم على التاكتكس معين وبيحاول يطبقوا في الماتشات مع الفرق الكبيرة وخصوصا في النهائية شفنا في ماتش الدولي لو فاكرين احنا طلعنا 0-0 بالجول اللي تلغى للنادي الأهلي لما طلعوا إسلام جمال من جول شفنا قد ايه كانوا بيلعبوا بطريقة دفاعية زايدة عن الحد من حقهم برضو ويمكن الاختلاقات من النادي الأهلي كانت صعبة وكانت يعني قليلة جدا وفي الآخر خالص الماتش طلع تعادل المهم البطولة دي بقى زي ما احنا عارفين بدأت سنة 2001 يعني بطولة جديدة مستحدثة في القرن الجديد ده اول لقابين كانوا بعيدا عن النادي الأهلي لسبب بسيط ان النادي الأهلي اعتذر عن المشاركة وقتها يعني مش النادي الأهلي شارك وخسر لا النادي الأهلي اعتذر عن المشاركة لكن لما شارك النادي الأهلي بقى حضراتكم عارفين لما بيشارك البطل بيبقى هو فعلا البطل البطل هو البطل وبالفعل من 2001 حتى وقتنا هذا اتلعبت 17 نسخة من كاس السوبر لو بسط للأبطال بقى تعالى نشوفوا الأرقام هتلاقي النادي الأهلي في الصدارة بكم لقب بـ 11 لقب من 17 يعني النادي الأهلي فقط بس 6 نسخ منهم 3 نسخ ما كانش موجود فيهم واتنين فقدهم بدربات الحز أو برقلات الترجيح ولقب واحد خسروا قدام حرس الحدود كان برضو أيامية كابتن طريق العاشر بعده بيجي الزمالك بأربع ألقاب يعني النادي الأهلي 11 لقب وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نتمنىها النهاردة اللقب الـ 12 بيليه في الترتيب نادي الزمالك بأربع ألقاب والمقاولون وحرس الحدود كل منهم لقب يعني الأهلي إن شاء الله إن شاء الله بريمو السوبر حتى الآن وإن شاء الله يكون هو البطل النهاردة ده رد على كل اللي بيتكلم على النادي الأهلي وأرقام النادي الأهلي وإنجازات النادي الأهلي أهي بطولة مستحدثة من بداية القرن ولكن النادي الأهلي مسيطر عليها